شهد الرائد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة قائد قوة الحرس الملكي الخاصة التمرين المشترك بين قوة الحرس الملكي الخاصة والقوى الخاصة الفرنسية وذلك بمنطقة بيارييتس بالجمهورية الفرنسية هذا وقد اجتمل برنامج التدريب على تنفيذ سلسلة من الأنشطة العسكرية التي تشكل استخدام أحدث التقنيات والنظريات المتقدمة التي تسهم في رفع مستوى الفكر العسكري للقادة العسكريين والأفراد في كلا البلدين كما تمنحهم القدرة على الفهم والتحليل العسكري من خلال تبالل الدورات بالإضافة إلى اكتسابهم مزيدا من الخبرات الميدانية هذا وقد التقى الرائد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة بقادة القوات الخاصة الفرنسية وعدد من كبار الضباط العسكريين الفرنسيين حيث نقل سموه تحيات وسغدير حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه ومع للقائد العام لقوات دفاع البحرين والمشير الركن الشيخ خالد بن أحمد الخليفة وسمو قائد الحرس الملكية العميد الركن الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مشيدا سموه بالمستوى العسكري المتميز الذي تتمتع به القوة الخاصة الفرنسية والذي يعكس مدى الجاهزية القوية التي تتمتع بها معتبرا سموه أن القوات الفرنسية إحدى أبرز المدارس العسكرية بالعالم التي تتمتع بخبرات كبيرة وواسعة وخلال اللقاء بحث سموه مع القادة في تواصل مثل هذا التمرين المشترك في المستقبل بين القوتين وقد أكد سموه أن هذا التمرين يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة والقيادة العامة لقوات دفاع البحرين وسمو قائد الحرس الملكي لرفع مستوى الأداء والكفاءة والعمل بروح الفريق الواحدة لقوات الحرس الملكي الخاصة وفق استراتيجية واضحة المعالم تهدف إلى الارتقاء بالمستوى العام والجهزية وذلك للتعامل مع الأجهزة والتقنية الحديثة بكافة العمليات كما أشهد الرائد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة خلال لقاء ضباط وأفراد قوة الحرس الملكي الخاصة بما شهده التمرين من جهزية لديهم وبما أظهروه من جهزية عسكرية كبيرة مؤكرا سموه أن هذا التمرين يأتي تعزيزا لأواصل التعاون المشترك ويعمل على تبلج الخبرات العسكرية والقتالية وزيادة للتنسيق مع فرنسا في المجال العسكري متمثلا بالقوات الخاصة الفرنسية ترجمة نانسي قنقر